في الحلقة السابقة تعرفنا على تاريخ مصلح التحسين وأبرز العلماء اللي ساهموا بازدهار الخوارزميات التحسينية من زمن اليونانيين وصولاً إلى يومنا هذا وبحلقة اليوم رح ندخل فعلياً بالخوارزميات التحسينية بدءاً من أنواعها، مشاكلها وفوائدها وصولاً إلى تطبيقاتها بالعالم الحقيقي أنا أحمد هاشم وأهلاً بكم حلقة جديدة من سلسلة الخوارزميات التحسينية نقدر ندخيل الخوارزميات التحسينية مثل الأبطال الخارقين باتمان، سوبرمان، سبايدرمان كلهم أبطال خارقين يحاولون حل المشاكل لكن لكل واحد منهم شخصية تختلف كلياً عن الأبطال الآخرين نقاط قوة وضعف مختلفة، طريقة حل مختلفة للمشاكل وهذا الشي ينطبق أيضاً على الخوارزميات التحسينية جميعاً الخوارزميات التحسينية حل ممكن للمشاكل التي تتعاملوا إياها بناءاً على المعطيات الموجودة لكن لكل خوارزمية طريقة حل مختلفة للمشاكل وبنية مختلفة كلين عن الخوارزميات الأخرى على سبيل المثال تحاول الخوارزمية الجينية إيجاد أفضل حل من خلال محاكاة عملية التكاثر لدى الكائنات الحية أو خوارزمية التلدين المحاكي اللي تحاول إيجاد الحل الأفضل عن طريق محاكاة عملية تبريد الحديد والصلب أو خوارزمية النمل اللي تحاكي عملية بحث النمل عن الطعام وكذلك خوارزمية النحل خوارزمية الذئب الرمادي خوارزمية الحوت وغيرهم الخوارزمية التحسينية بمتاداً التي تستمت طريقة عملها من العمليات الطبيعية للكائنات الحية UU بالم divers nós conhecemos que a строительность a gente 100000 ?!? é é é é é é é é جاديات بعض الحلول الكلية الممكن ، جادية الادة الحلول إلي نبحى عن الحللي الأفضل يعني نحن نحاول نلقي أفضل حال من بين عمر 15 حل 100 1000 جاديات جاديات الحلول الممكن المتاحة إلينا حتي نبحث به الحقيقة الخوارزムية تحسينية، حاولت بحث عن أفضل حل الممكن بين ملايين أو مليارات في بعض الأحيان الإلكالات مثل الحلول الممكن حتى ندخيل الموقف نقدر ندخيل الخوارزمية التحسينية كمستكشف يبحث عن الكنز في جزيرة عملاقة وقدام عدد لا محدود من المكانات اللي ممكن الكنز يتواجد به أغلب الخوارزميات تبدأ عملية البحث بشكل عشوائي تماما وتعتمد على الاتجاه اللي تروح بيلاحقا بناء على نتيجة الخطوة الحالية الخطوة الحالية تقول نتجه للأمام نتجه الأمام الخطوة اللي بعدها تقول نتجه لليمين نتجه اليمين وهكذا أملا في الوصول إلى الحل الأفضل في النهاي هاي التحديات الكبيرة وهذا العدد الكبير جدا من الاحتمالات ممكن يسبب بعض المشاكل للخوارزمية مثل أنها ممكن تكون مكلفة حسابية أي أنها ممكن تحتاج إلى أجهزة قوية وممكن تحتاج إلى وقت طويل جدا لحل المشاكل خصوصا إذا كانت المشكلة كبيرة لكن المشكلة الأكبر لتواجه الخوارزمية التحسينية هو شيء يسمى الحلول المحلية إذا رجعنا المثال المستكشف في الجزيرة فإن الحلول المحلية هي متاهة أو حفرة يدخلها المستكشف في طريقة البحث عن الكنز وما يقدر يطلع منه فيبقى يراوح بمكانه وطبعا هذا الشيء مكلف حسابيا ومكلف من حيث الوقت وممكن الخوارزمية ما تقدر تطلع أبد من هذا الحل المحلي فتبقى الدور بنفس المكان لكن بالتأكيد كل خوارزمية عدها طريقة معينة للخروج من هذه الحلول المحلية رح نتعرف عليها من ندرس الخوارزميات التحسينية بالتفصيل بالحلقات القادمة هاي الصعوبات ما تقلل أبدا من فوائد الخوارزميات التحسينية مثل تعزيز الكفاءة، خفض التكاليف والسرعة الأكبر واتخاذ قرارات أكثر ذكات هاي الميزات خلينا نستخدم الخوارزميات التحسينية بالعديد من تطبيقات الحياة الواقعية اللي نستخدمها يوميا مثل تحسين طرق التسليم وضبط جداول الإنتاج وتصنيف النصوص وغير هالكثير من التطبيقات اللي نستخدمها يوميا بحياتنا الواقعية ختامة لازم نتذكر أن الخوارزميات التحسينية هي مو مجرد أدوات بسيطة لحل المشاكل هاي الخوارزميات وقوتها الكبيرة غيرت قواعد اللعبة تماما بالعديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية لذلك أدعوكم نشتراك بالقناة وانتظار الحلقات القادمة ومنها لما نلتقي بالحلقات القادمة أتمنى تبقون بخير ونلتقي إن شاء الله في حلقة القادمة